منذ بداية هذا العام تجتاح شرق الأوسط حماسة غير مسبوقة والتنافس بين دول المنطقة والشركاتها على الاستثمار في الصين ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام أصبحت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مماثلة بجهاز أبو ظوبي للإستثمار وهيئة الإستثمار القويتية من بين أكبر عشرة مساهمين في أكبر من 40 الشركات المصينية مدرجة في البرصة وارتفعت نسبة الأصول الصينية في جهاز أبو ظوبي للإستثمار من 2.7% بنهاية عام 2017 إلى 22.9% في الربع الأول من هذا العام قافزة من المركز الثامن إلى المركز الثالث فلماذا اختارت دول الشرق الأوسط زيادة الإستثمار في الصين في نصف الأول من هذا العام وفي ظن الوضع لغير المستقر وغير المؤكد لانتعاش الاقتصاد العالمي شهد الاقتصاد الصيني استقراراً وانتعاشاً مستمرين وحقق ناتج المحل الإجمالي نمواً سريعاً بنسبة من 5.5% على أساس سنوياً أي أعلى من بيانات الاقتصادات الرئيسية الأخرى في مواجهة طيار المناهد للعولمة طرحت الصين على العالم حلولاً عما تحظى بقبول واسح من المجتمع الدولي مثل التعاون في بناء مبادرتين الحزام وطريق والتنمية العالمية وهناك توافق وتكامل بين رقبة التحول الاقتصاد لدول المنطقة واستراتيجية التنموية الصينية وزيادة الاستثمار في الصين تهدف إلى تعزيز التكامل المصالح بين الجانبين وتقاسم حوائد الاستراتيجية الصينية التنموية تتمدع الصين بمزايا تكنولوجية وقدرة انتاجية وموارد بشرية وسوق ضخمة في مجلات البونية تحدية تقليدية مثل الموانئة والسكك الحديدية الفائقة السرعة والطرق العامة والحطرانة وفي قطعات الاتصالات الرقمية مثل الجيل الخامس والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وفي فروح التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الذكية والخلايا الكهرودائية والتب الحيوي وفي ميدان الفضاء مثل علوم الفضاء وتطبيقات الأقمار الاصطناعية وهي المجلات التي تحتل الأولوية لدى البلدان الشرق العوسط ومع تقنم جهود الصين في دفع حملية بناء الاقتصاد العالمي المنفاتح فلا الشك أنها ستجذب المزيد من الدول والشركات للإستثمار فيها